إلى ليبيا الآن حيث الخلافات السياسية ليست وحدها من تطغى على المشهد هناك بل بات المشهد الاقتصادي يفرض نفسه كمحور للنقاش في بلاد تنام على بحر من الثروات هذا السجال فجرته الرسوم التي أقرت مؤخرا على عمليات بيع النقد الأجنبي والتي ستفضي إلى تدحرج قيمة الدنار الليبي لأكثر من 27% لكن لطالما تراجعت قيمة الدنار الليبي مقابل العملات الأجنبية فلماذا الجدل في هذه الفترة بالذات؟ في الحقيقة لو لا إقرار الرسوم الجديدة لما اكتشف الليبيون أن مصرفهم المركزي كان قد اشترى منذ 9 أشهر 30 طن من الذهب وذلك للمرة الأولى منذ ربع قرن تلك المشتريات كانت بتوجيه من حكومة دبيبا الذي ظل رافضا لأي رسوم جديدة على عملية بيع النقد الأجنبي فكان أن اشترى تلك الكمية الضخمة من الذهب التي جعلت من ليبيا تستحوذ على أعلى مخزون من الذهب في تاريخها لإثبات أن المؤشرات الاقتصادية في أحسن أحوالها وبالتالي لا داعي لأي رسوم على النقد الأجنبي خطوة دبيبا تلك تأتي أيضا في سياق رد غير مباشر على الانتقادات التي وجهها إليه محافظة المصرف المركزي قبل شهر والذي قال إن سبب تراجع العملة هو الإنفاق الحكومي غير المبرر ليطالب حينها بموازنة وطنية موحدة وبتشكيل حكومة موحدة ففي ليبيا الدولة التي يتوقع أن تكون في صدارة الدول العربية من حيث نسبة النمو يستمر غياب الشفافية وتنازع الشرعيات بين الحكومتين المتصارعتين يوازي ذلك استشراء الفساد وهشاشة المؤسسات فضلا عن مطامع خارجية ومنافسة دولية حول من تكون له اليد الطولة على ثروات ليبيا تمتلك ليبيا كذلك سجلا حافلا من ثنائية سوء التصرف والنهب لعل أثخمها العام 2011 عندما أعلن أو أعلن عن اختفاء عشرين في المئة من مخزونها من الذهب حاليا تحتل البلاد المرتبة الثامنة والعشرين عالميا من حيث مخزون الذهب بعد أن قفزت خمسة مراتب بفضل عمليات الشراء الأخيرة ومع كل تلك الثروة يواصل الدينار رحلة الانهيار ومن المنتظر أن يشهد سعر الصرف بعد الرسوم التي أقرها البرلمان ارتفاعا من 4.8 دينار للدولار إلى نحو 6.15 دينار للدولار الواحد إذن مشاهدين التاسعة عشرة مستمرة ونفتح النقاش مع ضيفي من بن غازي الدكتور سليمان الشحومي مؤسس سوق المال الليبي وأستاذ تمويل بجامعة نوتنغام تانت أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة دكتور سليمان كيف ترى تأثير الرسوم المفروضة اليوم على بيع النقد الأجنبي على الاقتصاد الليبي بشكل عام مساء الخير لك وللأستاذ المشاهدين بالتأكيد أن مسألة الرسوم التي تم إقرارها لم تتم على أساس الحقيقة قانوني سليم ونعرف أن هذا الأمر تعرض إلى نقد من القضاء نفسه وأيضا من المجتمع بشكل عام باعتبار أن هذا الأمر جاء مباغتا وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع وأدى أيضا إلى زيادة معدلة التضخم في الاقتصاد الليبي بنسبة حوالي 27% بالتالي كان الحقيقة مربك بشكل كبير جدا وتبدو أن مبرراتها غير اقتصادية وغير واقعية بصراحة طيب هل هناك إمكانية اليوم لإلغاء قرار الصديق الكبير الأخير فيما يتعلق بهذه الضريبة أو ضريبة النقد الأجنبي الواقع أنه لم يكن قرار الصديق الكبير هو ربما كان اقتراح الصديق الكبير كمحافظ مصرف المركزي ولكن القرار صدر من رئاسة البرلمان وهذا الأمر الحقيقة يبدو أنه في إطار مسألة أو اتفاق سياسي أكثر منه هو اتفاق اقتصادي أو إطار اقتصادي كما يجب أن يكون عليه ويمر عبر بوابة مجلس إدارة المصرف المركزي والذي الحقيقة نحن في ليبيا نفتقد لوجود مجلس إدارة حتى يتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وعلى رأسها مسألة النظر في تعديل سعر الصرف طيب يعني قرار إن كان قرارا سياسيا فمهد لماذا برأيك دكتور سليمان؟ ما الذي مهد له؟ نعرف نحن أن في ليبيا هناك انقسام سياسي وهناك حكومتين وكل الحكومتين تطلب من المصرف المركزي أن ينفق على النفقات التي تحتاجها كل من الحكومات وبالتالي المصرف المركزي ربما كان أمام موقف صعب في تدبير الموارد لتغطية نفقات على الحكومتين وربما هذا هو المبرر الذي ذهب إليه البنك المركزي بالاتفاق مع أطراف سياسية أخرى لتدبير موارد للإنفاق خصوصا على الحكومة الليبية التابعة للبرلمان هذا وجه نظري الحقيقة الشخصية طيب دكتور سليماني هناك أيضا سؤال يطرح اليوم عن الدوافع وراء قرار ليبيا بزيادة احتياطاتها من الذهب لأول مرة منذ العقود وأيضا لماذا كان الإعلان عنها بهذا الشكل نوع من الهدوء ربما للرأي العام تقصدي أن الاحتياط من الذهب زاد ليبيا طبعا تعتبر من أكثر الدول لديها احتياط ذهب في أفريقيا وفي المنطقة العربية وهذه سياسة يعني اعتمدها البنك المركزي منذ سنوات طويلة جدا الحقيقة وتعزيز احتياطي الذهب هذا أمر جيد خصوصا عندما تكون الأوقات مناسبة للشراء وتكون هناك احتياطيات يمكن يستخدمها البنك المركزي في رفع احتياطياته من الذهب وأيضا الذهب في نهاية الأمر هو يعتبر استثمار وملاذ آمن تلجأ إليه البنوك المركزية وبالتالي هذه المسألة أعتقد أنها ربما البنك المركزي في ليبيا ظل فترة طويلة لم يغير في احتياطيات الذهب هذه الخطوة هل ستؤثر إجابا دكتور سليمان هل ستؤثر إجابا على استقرار الدينار الليبي ليست مرتبطة الحقيقة ارتباط مباشر باعتبار أن الدينار الليبي هو مربوط بسلة عمولات وليس مربوط فقط بالذهب وما يقيم الدينار الليبي هي احتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي بشكل أساسي ربما الذهب أحد مكوناتها ولكن لا يشكل الجزء الكبير من هذه الأرصد أو الاحتياطيات التي تقيم العملة الليبية وبالتالي ما الذي ستجنيه طرابلوس من هذه الخطوة؟ لا هو هذا أمر هذه السياسات يتبحها البنك المركزي أي بنك مركزي في العالم يعدل في احتياطياته من الذهب زيادة وتخفيض هذه المسألة يعني مسألة فنية بامتياز ولا تخضع لأي إطار سياسي احتياطيات الذهب هي مسألة مهمة تهم البنك المركزي مسألة لها تقاليد وأعراف في البنوك المركزية ويعتبر الذهب من المصادر من الثروات المهمة التي يتم تخزين القيم فيها صحيح أن كثير من الدول تفضل الاحتفاظ بأرصد نقدية أكثر من الذهب ولكن كثير أيضا من الدول الأخرى التي لديها أرصد مهمة وليبيا من هذه الدول التي لديها أرصد مهمة ربما الزيادة لم تكن بالقدر الكبير جدا ولكنها في تقدير زيادة نعم دكتور سليمانيا هل برأيك بأن التفكير اليوم أو الحديث اليوم عن زيادة الاحتياطات الذهبية في ليبيا في ظل ما يعرف باستشراء الفساد وأيضا ضعف الشفافية حكومات منقسمة طيارات سياسية مختلفة مرة أخرى الذهب لديه سوق عالمي وأسعار معروفة وقيام البنك المركزي البنك المركزي في ليبيا بالمناسبة هو مؤسسة مستقرة وثابتة وراسخة في الاقتصاد الليبي ربما هي أقدم حتى من بعض الدول في المنطقة العربية وبالتالي له تقاليد وله أعراف ويمارس في هذه الأعمال منذ سنوات طويلة ولا يعني أنه يقتني الذهب أو يزيد رصيدة أن هناك تحوم حول هذه الأمر شبهات فساد إطلاقا هذا الأمر لا علاقة له ربما الفساد له علاقة بقضايا الإنفاق في الميزانيات الحكومية طيب ولكن هذا المركز هذا المركز لو سمحت لي دكتور سليماني يعني عليه كثير من الجدل وتنحي محافظه من عدمه هو ما فجر خلافات كبيرة وبالتالي نتحدث اليوم عن إنعكسات ذلك على مؤسسة يمكن أن تكون من المفترض أن تكون منفردة بقرارها بما أنها تتعلق باقتصاد ينعكس على الرأي العام ينعكس على المواطن نعم شوفي هو البنك المركزي لا شك أنه في لب الصراع السياسي الدائر الآن في ليبيا ونعرف أن البنك المركزي عانى من انقسام لفترة من الزمن وربما الآن رجع في عملية توحيد من جديد ما بين طرفيه في الشرق والغرب ولكن ما يفتقر له البنك المركزي الحقيقة هو اكتمال الإطار القانوني المناسب من خلال وجود مجلس إدارة مجلس إدارة غير موجود حاليا يوجد المحافظ ونائب المحافظ وأيضا حتى المحافظ هو استنفذ المدة القانونية ويحتاج أن يتم إعادة تشكيل كاملة لمجلس الإدارة بما فيه المحافظ ونائب وفقا لما ينص عليه القانون ومع ذلك من هو موجود الآن يمارس في مهامه باعتبار أمر واقع باعتبار أن البلد فيها انقسام سياسي هناك صراع ما بين أطراف لم تتهيأ الظروف المناسبة لإعادة تشكيل واختيار مجلس إدارة فشرت المحاولات التي تمت في السابق ما بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والآن المجلس الرئاسي يحاول أن يتدخل في هذا الأمر رغم أنه غير معني وغير مختص الحقيقة في إصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي وربما وقع تحت تأثير حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس كنت معنا من بنغازي دكتور سليمان الشحومي مؤسس سوق المال الليبيو أستاذ تمويل بجامعة نوتنغ هام تراند شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك